اشتركوا في القناة ما زلنا في الكلام في سورة الجن وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى عن قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا وتكلمنا عن آية التي قبلها أيضا وكان هناك بعض الإشارات التي بقيت يعني معلقة منذ الحلقة الماضية حيث تكلمنا عن قول الله تعالى تعالى جد ربنا وذكرنا الأقوال ورجحنا ما ذكره أهل التفسير من أنه العظم والجلال والقدرة في لفظ الجد وهناك أيضا قراءات بعض القراءات الشاذة من جدا وجدا وغير ذلك من القراءات التي يعني ما ذكرناها ولكن يعني ليست هناك الحاجة إليها لخصوصية القراءة مع لفظ الله سبحانه وتعالى وما يوصف به الله سبحانه وتعالى بقى لنا أن نشير إلى إشارة يعني ذكرها الخفاجي في تفسيره في حاشيته في قول الله تعالى يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الإيمان ابتدأه بالفاء فآمنا به ولن نشرك جاءت ولن نشرك ما جاءت أيضا فلن نشرك قال الخفاجي قال لما كان عدم الإشراك مترتب على الإيمان يعني عطفت بالواو فقال فآمنا به ولن نشرك ولو كان عدم الإشراك غير مترتب على الإيمان لصح أن يقال فآمنا به فلن نشرك لأن هنا فلن نشرك كأنها عائدة على موضوع سابق ويعني ضربوا لذلك مثالا تقول ضربته فضربته فانقاد لي يدل على أن الإنقياد ما كان مترتب على الضرب لكن لو قلت فضربته وانقاد لي دل على أن الإنقياد كان يعني عن سبب الضرب ولذلك هنا لما قال فآمنا به ولن نشرك كان عدم الإشراك هو نتيجة الإيمان وهذا واضح لأنه تثبيت الإيمان وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى نعم وصلنا إلى ما اتخذ صاحبة ولا ولد الصاحبة غالبا يعني يأخذها الإنسان يتخذ الإنسان صاحبة أي زوجة لأن يعني يستأنس بها ويعني يكون له حاجة فيها فاتخاذ الزوجة هي حقيقة يعني ناتجة عن حاجة الإنسان وعن ضعف الإنسان في اتخاذ ما يكمل به راحته وسعادته والولد هو ما يستأنس به الإنسان في الحياة والله منزه عن الصاحبة والولد وكأن أهل يعني كأن الجن عندما قالوا هذا إنما نقلوا ما استفاض عندهم من أن الله له صاحبة وله ولد وهذا ما سمعوه وعلموه وكأنهم كانوا مصدقين ذلك لأنهم فيما بعد يعني قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبة أي ما توقعنا أن أحد يكذب على الله سبحانه وتعالى فكنا ننظر أو نعلم أن لله صاحبة وأن لله ولد وهذا على يعني فهم الجن فيما كانوا يعتقدونه قبل إيمانهم وكأنهم يعني كما ذكر أكثر واحد أكثر من مفسر كأنهم أرادوا الاعتذار عن ما بدر منهم في هذا وأنه إنما هذا نقل عنهم أو نقل إليهم عن طريق التقليل لما كانوا مقلدين في مسألة العقائد هذه المسائل نقلت لهم دون تمحيص ودون نظر إليها ولكنهم لما سمعوا القرآن ورزقهم الله فهمه وشرح صدورهم لذلك وجدوا أن هذا الكلام هو مخالف لما تعلموه ولما تلقوه من أسلافهم بأن لله صاحبة وولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولد والاتخاذ هو أن يعني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسألة الاتخاذ في بعض المواطن التي يكون المتخذ له دور فيها يعني الله سبحانه وتعالى قال ويتخذ منكم شهداء أي أنه هذا الذي اتخذه الله شهيدا كان أيضا له صدق النية وحسن النية في أن الله اختاره شهيدا بينما الاشتباء والاستفاء كما قال إن الله يعني وكذلك يشتبيك ربك وقوله تعالى إن الله اصطفى وآدم ونوحا وآلا إبراهيم وآلا عمران على العالمين نلاحظ أن الاستفاء والاشتباء يكون من فعل المشتبى والمصطفي أما المشتبي والمصطفي أما هنا الاتخاذ يكون من يعني له المتخذ له دور في ذلك الاتخاذ وكأن له صدق النية وحسن النية في قوله ويتخذ منكم شهداء هنا ما اتخذ أي ما كان ما كان الله يعني ليتخذ أو ليكون محتاجا إلى صاحب ولا أن يستأنس بمخلوق وكما قال تعالى في آية أخرى لو يعني أن الله لو أراد أن يتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا نعم ولكن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نعم قال وأنه كان يقول سفي هنا على الله شطط أنه هذا الذي ذكرناه إنما نقلناه عن سفي هنا وبإجماع يعني غالب أقوال أهل الأثر أن السفي هنا إبليس أي إبليس لبس على ذريته ذريته ولبس على من يتبعه منهم على أنه الله سبحانه وتعالى له صاحب وله ولد وله كذا وكذا وكذا فتناقلت هذه الأخبار وتناقلوها حتى آمنوا بها فأصبحت كأنه إيمانا ثابتا عندهم وقيل أنه السفيه السفيه هم وردت الجن أيضا ورد قول في هذا ولكنه يعني القول الأكثر والراجح هو السفيه وإبليس نعم وهناك من قال أنه سفي هنا أيضا يراد به عصاة الجن عصاة الجن وكما أنه في الإنس عصاة كذلك في الجن عصاة قالوا عصاة الجن هم السفهاء وهنا يعني وأنه كان يقول سفي هنا ما زال الكلام من كلام الجن ولذلك أكثر مفسرين قالوا سورة الجن كلها من كلام الجن إلا آيتين سنتكلم عنهما نعم قال وأنه كان يقول سفي هنا على الله شاططا والسفيه مأخوذة من السفه والسفه مأخوذة من سفهة الريح الشجر إذا حركته فهي فيها معنى الطيش والخفة وعدم التثبت فهذا السفيه كان يقول على الله شاططا وذكر العلماء في الشطط أقوالا المراد ما هو المراد من الشطط ابتداءا قالوا الشطط هنا أرادوا به يعني البعد عن التوحيد لأنه يعني نجد أنه أو البعد بسورة عامة الشطط هو البعد ثم استعمل في البعد عن الحق واستعمل في الظلم لأنه أيضا بعد عن العدل واستعمل في يعني الشيء البعيد بسورة عامة بصرف النظر إن كان حقا أو ظلما أو غير ذلك من الأمور أو اعتقادا وهنا لا شك أنه كان يعني الكلام كان يقول سفيهنا على الله شطط أي أنه ذكرنا أو ذكر لنا أشياء لا تليق بذات الله ولا تليق بجلاله ولا بسفاته ولا بكماله فكأنه أبعدنا عن الحق من شطة به الدار إذا بعدت ولذلك يعني الناظر إلى الأقوال في التفسير يجدها أن الأقوال كلها وإن كانت يعني في الظاهر مختلفة لكن في الحقيقة واحدة قالوا الجور هو بعد عن الحق الجور هو بعد عن الحق والكفر قالوا أيضا هو بعد عن الإيمان كذلك وهكذا فكله يربطه رابط البعد وذلك يقول الإمام الرازي يقول وكأنه هذه الآية فيها إشارة إلى التوسط حتى في الاعتقاد فإن الإفراط في التنزيه قد يوصل العبد إلى التعطيل والإكثار من الإثبات قد يوصل العبد إلى التشبيه والحل الحق هو التوسط في يعني أن نثبت لله ما أثبته لنفسه على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى قال يقول سفيهنا على الله شطط يقول بعدا عن الحق وقد أبعدنا عن الحق الذي جاء به هذا الكتاب ولذلك يعني لما جاء الخصمان إلى سيدنا داغود عليه السلام قالوا فحكم بيننا بالحق أي أنه لا تظلم أحد مننا أو لا تبتعد عن الحق الذي هو أمامك وكأن الشطط هو السوء الذي كان يبثه إبليس لأتباعه فهذا هو الشطط وإبعادهم عن الحق وإبعادهم عن الإيمان نعم قالوا وأن ظنن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأن ظننا الملاحظ أنهم يعني لما قالوا هذا الكلام وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا قالوا وإن كان الكلام بصيغة الجمع ولكن هذه الصيغة دال على موافقة كل فرد فيهم على هذا الكلام وكأنه هذا كلام كل واحد منهم ولكن القرآن نقل لنا الكلام كأنهم كلهم قد توافقوا على هذا وأن ظنن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا قال ابن كثير قالوا وكانوا يقولون ما كنا نظن وما كنا نعتقد أن الإنس والجن يعني يتعاونون في الكذب هكذا على الله سبحانه وتعالى والقول عليه بغير الحق ولذلك قالوا وأن ظنن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وجاءت كذبا يعني على المصدر لدلالة أيضا من الكذب الذي قالوه من أن الله له صاحبة وزوجة وأن له ولد كما قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وما يعني ما ذكر الجن أيضا وكفار المشركين عندما كانوا يقولون الملائكة بنات الله من سروات الجن وغير ذلك من الأقوال التي يعني ننزه الله سبحانه وتعالى عنها تنزيها عظيمة ولذلك كان هذا القول كذبا محظا في اتخاذهم هذا الكلام ولكن الجن كأنهم استغربوا وقالوا ما كنا نعتقد وما كنا نظن أن أحد يتجرع على الله سبحانه وتعالى حتى يقول عنه هذا الكلام فكأنهم تفاجأوا ولذلك لاحظوا الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأن ربما كثير من الناس لم تصلهم الرسالة واضحة والرسالة صافية رغم قدرتهم ورغم قوتهم وهؤلاء الجن على رغم القدرات الخارقة التي عندهم ولكن مع ذلك ما علموا بصحة وبصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى سميعوا القرآن وحتى شرحوا الله صدورهم للقرآن ولذلك يعني تبقى هداية الله هي الهداية ولذلك شيء عظيم أن يكون يعني يسمعون آيات من كتاب الله ثم يشرح الله صدورهم بهذه الطريقة حتى أنهم يعني كذبوا سفيههم وكذبوا من كان قبلهم من يقول بهذا القول وإعتذروا عن قومهم وعن أنفسهم أنهم هذا الذي سمعوه وهذا الذي كانوا يعتقدونه وإلا فهم الآن لا يؤمنون به ذلك وإنما يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هنا هذه الآية قالوا إما أن تكون هذه من تكملة كلام الجن عما حدث معهم في حياتهم وإما أنه من قول الله في البيان كأنه الفاصل بين كلام الجن ثم بيّن الله مسألة كانت تقع للناس مع الجن ثم استمر الحوار أو استمر كلام الجن فيما بعد نعم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أغلب المفسرين من أهل الأثر وحتى التفاسير العقلية كلهم كانوا يقولون أن من عادة العرب أنهم كانوا إذا نزلوا في وادي يقولون نعوذ بعزيز هذا الوادي أو بكبير هذا الوادي من شر الجن فكانوا يستعيدون بكبير الجن وزعيم الجن عندما ينزلون واديا حتى يأمنون على أموالهم وعلى أنفسهم من أن يعتدي عليهم أحد وكان فعلا هذا الأمر يحدث وإنما يحدث فقط حتى يبقى الجن يعلقون الناس بالخوف منهم وبالاستجارة بهم والاستعاذة بهم وهذا شيء الذي كان يفعله الجن يعني ليس لأنه صدق الجن في التعامل وإن كان فيهم المؤمن أكيد والكافر لكن أقصد في ذلك الوقت إنما الكلام المراد منه إضلال العباد حتى يكون للناس حتى يكون للناس إيمان على أنهم لو قالوا أنه استعذنا بكبير هذا الوادي حصلت لهم الاستعاذة وبهذا يتحقق بعدهم عن الإيمان وبعدهم عن التفكير بشيء آخر أن الله هو الخالق وأن الله بيده كل شيء ولذلك هذا كان يفعله العرب في السابق وكذلك كما يذكر القرطبي أيضا يقول كان القوم إذا أمحلوا إذا المكان أصبحت ليس فيها نبت وليس فيها ماء قالوا أخذوا يبحثون عن مكان فإذا وجدوا مكانا قال ينزلون فيه فيقول نعوذ بكبيري أو بعزيزي هذا الوادي يستجرون به قال فإن عزعجهم الجن رحلوا من ذلك المكان وإن لم يزعجهم الجن سكنوا فيه فكان هذا الأمر هو المعروف عند العرب يذكر إمام السيوطي في أسباب النزول عن خرائطي أيضا ينقل رواية يقول أنه كان هناك الراوي هو هذا الطفل الصغير الذي كان مع أبيه يقول كنا في سفر فأدركنا الليل فبتنا في وادي فقال أبي أعوذ بكبيري هذا الوادي قال فنمنا قال فإذا في المنام يعني يرى والدي في المنام كأن رجل يريد أن يضرب ناقتنا الناقة التي معنا قال فيستيقظ فلا يجد أحد حتى ثلاث مرات ففي المرة الثالثة يستيقظ فإذا برجلين يمسكان الرماح بيدهما ويريدان طعن الناقة وهناك رجل كبير في السن ذو لحية بيضاء ممسك بهما ويقول هؤلاء في جواري هؤلاء في جواري ثم يعرض عليهما قطيع من البقر الوحشي فيقول خذوا هذا القطيع بدل ناقة جاري قال فذهبا ثم اتجه إلينا وهذا في اليقظة فقال له إن نزلت مكانا فلا تقول هذا الكلام إنما فسدت الجن وإذا نزلت مكانا فقول أعوذ برب محمد من شر هذا الوادي قال ومن محمد هذا قال نبي لا شرقي ولا غربي نبي خرج عندكم في المدينة قال فذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا على رواة السيوطي قال فذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا المدينة فلما رآنا قص علينا ما حدث لنا فآمنا به ابن كثير أيضا يذكر رواية أخرى عن بعض العراب يقول أنه نزل كان معه غنم عفوا كانوا في سفر فمروا في الطريق على راعي فباتوا عنده يقول فلما كان الليل قال الراعي أعوذ بعزيزي هذا الوادي يقول ولما كان منتصف الليل فإذا بذئب يأتي فيأخذ حملا من الغنم قال فأخذ الراعي يركض وراءه ثم قال يا عزيز هذا الوادي جارك يا عزيز هذا الوادي جارك يعني أنا في جوارك قال فإذا بذلك الذئب يترك الحمل فيأتي مسرعا ولم تصفه كدمة لم تصفه شيء ابن كثير يعلق تعليق جميل في هذه الرواية يقول ولعل هذا الذئب كان جنيا وفعل هذا حتى حتى يتعلق الإنس بالاستعاذ بالجن وليعلمون أنه قدرة جار الوادي على حمايتهم فلا يحتمون بأحد إنما يحتمون بجار الوادي الذي استعاذوا به يذكر الإمام القرطبي أيضا والإمام الرازي يقولون أول من يعني ظهرت قضية الاستعاذ بالجن قال كانت لعرب اليمن كانوا إلى نزلوا واديا قالوا مثل الذي قلنا قال وكان الجن يخافون من الإنس فلما رأوا أن الإنس يخافون منهم ازدادوا عليهم تسلطا وازدادوا عليهم في التخويف حتى أصبح الإنس يعوذون بالجن خوفا منهم وهكذا انتشر الأمر بين العرب حتى وصل إلى أن بعض قبائل العرب عبدت الجن كما قال كانوا يعبدون الجن أنه كانوا يعبدون الجن خوفا من الجن على اعتبار أن الجن لهم قدرات ولهم غير ذلك من الأمور العظيمة وهذه الآية حقيقة بعض المفسريين ذكر كلاما لطيفا قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعني ممكن أن تحمل على في توجيه القراءة ليس في توجيه القراءة من في توجيه معنى القراءة على معنيين المعنى الأول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وهذه الآية صريحة في تسمية الجن بالرجال إن كان بعض أهل اللغة قالوا يعني ولا يوجد يعني ما يدل على تسمية الجن بالرجال أنه يعني في هذه الآية إنما الآية على القول الثاني الذي ذكرنا الذي سنذكره الآن أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس مثلهم على الجن لأنه ورد أنه كانوا إذا نزلوا في مكان أيضا ورد عن العرب أنه كانوا يقولون نعوذ مثلا بمثلا قيس ابن فلان مثلا أحد كبراء العرب فكانوا يعوذون برجال أيضا من الإنس مثلهم من شر ذلك المكان وهذا كله كان موجود يعني إما أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس مثلهم على الجن أو كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن والقرآن صريح في أنه سمى الجن رجالا وقال الإمام الفراء قال ولا ظهر في ذلك فإن اللفظة تحتمل للذكور من الجن ونحن نعلم أن الجن فيهم الذكور وفيهم الإناث ولا ظهر من تسمية ذكورهم بالرجال بل حتى أن الفراء يقول أنه كان قوم في خيمة فمر جماعة من الجن فكشفوا عليهم الخيمة فقالوا لهم من قالوا ناس من الجن هذا يذكر الفراء أيضا في قضية أنه بعض الألفاظ قد تطلق على الجن نعم قال وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي أنه إما الجن زادوا الإنس خوفا منهم وفرقا هذا أيضا موجود في روايات كثيرة يذكرها الطبري أكثر من عشر روايات يذكرها الطبري أي زادوهم خوفا على خوفهم لأن عادة الإنسان يخاف مما يجهل ويخاف من الشيء الذي لا يراه لذلك يعني كان الخوف من الجن يعني كثير عند الإنس ولكن دائما نقول أنه كما قال تعالى ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الخوف الحقيقي يكون من الله سبحانه وتعالى متى امتلأ القلب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني هرب منه خوف أي مخلوق آخر وما الجن إلا مخلوقات نعم لها قدرات ولكن فليعلم العبد أنهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا إذا أذن الله أن يصاب العبد فإن أصيب فبقدر الله وبإذن الله وإنما كان الجنهم سبب لتحمل الإثم في ذلك الفعل وليس لهم دخل في شيء إلا تحمل الإثم فهم كانوا سببا ظاهرا وإلا في الحقيقة فالله هو مقدر الأمور وهو مسير الأمور وذلك على العبد أن يعني دائما يقر في قلبه أن المعطي والمانع والضار والنافع وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وعند ذلك يستريح القلب ويطمئن الإنسان على حياته على أنه وإلا لو فكر بعض الناس يعني قضية الجن أصبحت معاهم جزئية أساسية في الحياة يعني لو فكر بهذه الطريقة سيخرج عن ما أراده الله له من أنه الخوف منه والصلاة إليه والالتجاء إليه وعدم التفكير بهذا إذا كان الجن على قدراتهم كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي أنه لن يصيب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إذا فهم العبد هذا الأمر وأيقنه فإنه سيعلم أنه يعني لا يمكن لأحد أن يسبب له شيئا أو يضره بشيء أو ينفعه بشيء كما قال عليه الصلاة والسلام يعني يقول له اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوك ذلك على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أي أنه يعلم أنه الإنس والجن على كثرتهم وقوتهم لو كلهم اجتمعوا لينفعوك بمقدار شعره ما استطاعوا إلا إذا كان الله النافع هو الذي أراد أن ينفعك بهذا ولو أرادوا أن يوقعوا بك ضررا كذلك لن يستطيعوا أن يوقعوا بك ضررا إلا إذا أراد الله أو قدر الله أن يقع عليك ذلك الضرر ولذلك نرى أن قلب المؤمن يرتاح عندما يسمع هذا على أنه هائذي جن على قدراتهم وعلى ملكاتهم ما يستطيعون أن يفعلون شيء فإذا لماذا أنا أخاف ولماذا أجعل الجن حيزا كبيرا مخلوقات من مخلوقات الله فيهم الطائع وفيهم العاصي وفيهم البر وفيهم الفاجر حالهم كحالنا لذلك أنا أتوكل على الله ثم أستمر في حياتي على القدر الذي يجعلني في مرضات الله سبحانه وتعالى دون التفكير بغيره لعلمي القاطع أن الله هو الضار والنافع قال فزادوهم رهقا إما زادوهم خوفا أو زادوا الجن إثما وكلمة رهقا إن شاء الله تحتاج إلى تفصيل سنفصل فيها إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته